السلام عليكم طلاب اليوم هنسوي demonstration على البورسلين بورسلين فيوز 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 زين انسائزر اول ما نبدي باول سطح نبدي به هو الانسائزر شوان بدينا بالفول متال اكران بالبروزل سيرفس نبدي بالانسائزر بالانسائزر ايج ما احط البير عمودي على الانسائزر ايج ليش لان عند الانسائزر ايج دائما مثل ما نعرف بها انكلينيشن بالاتل يعني البر اسوي انكلين بالاتل اوكي الابر سنترل البر يصير انكلين بالاتل اشقد الريدكشن للانسائزر ايج حسب ما تتذكرون بالمحاضرة 2 مليم فلازم اسوي فاجيب بير اقيسه بالمصدر ايج بحضرة بير ارضه اقيسه بالمصدر حضرت ايج ارضه تقريبا هذا شوفو شوية 2 مليم شوية اقل من 2 مليم حتى دائما اترك فد اخذ بير تقريبا 2 مليم اخذ بير اضع 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 ثلاثة كيفكم اضع 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 ببقى اضع ببقى اضع 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 هذا صعب 2-Deaf Orientation Group أبدأ أقل الانستاذ الـ H إلى أن يختفي الـ Deaf Orientation Group يعني أمشي على الانستاذ الـ H إلى أن تختفي الـ Grooveات الصارحة ندير لحديقة 45 نتابع على الانتماع أمشي على الانتماعي أمشي أمشي